يقول الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم أيها الإخوة الأكارم النبي صلى الله عليه وسلم له حق علينا كما أن لأبيك عليك حقا ولأمك عليك حقا ولمن رباك معلم أو أستاذ عليك حق النبي صلى الله عليه وسلم له حق هذا الحق هل هو كلمة عندما نسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا جزء هذا جزء صغير جدا نبي عليه الصلاة والسلام له حقوق في رقابنا هو نبينا ونحن من أمته هو الذي وقف بين يدي ربه ساجدا وهو يقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي سأذكر لكم أربع أو خمس حقوق هي معايير إن وجدتها فأنت ممن أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً قولاً وعملاً هذه المعايير أيها الإخوة الكرام هي الشوق إلى لقائه أول وحده نين أنا تخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة الكرام هي التي جعلت أعتى كافر وأكثر منافق جعلته مؤمنة جعلت عمر الذي كان يحمل السيف ليقتل رسول الله جعلته لو كان نبي بعدي لكان عمر وما أحوجنا في هذا الزمان إلى الأخلاق تخلق هيك بخلق كل يوم لا إله خلق الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام طاعة أمره لما بتسمع حديث من أحاديث النبي على المنبر وعلى كرسي التدريس أنه النبي هيك آل معناته أنت بتحب النبي وإن تطيعوه تهتدوا الأمر الرابع هو أن نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم يلي ما لقارئ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف شيء من الحياة أن يجعل شهر ربيع عليكم وعلى أمة الإسلام شهر خير وبركة وحب تمنى أنه الموالد اللي عم تصير أنه يكون فيها إعادة تأهيل يعني هيك نعود أن المولد يكون فيه كلمة موجهة ونجي نقول يعني نجيب نتائج نقول هدول أولادنا هدول هدول حفظوا القرآن هؤلاء حفظوا أحاديث رسول الله يشوف شيء عملي أما بس يعني موليد وملبس والله أنا يعني بتذكر أنه يعني وعيت على الدنيا وأنا ابن ثلاث سنين وهي هي لكن نريد أن نجمع مع هذا الحب الظاهر حب باطن أقول قبل هذا وأستغفر الله